طيب الفترة الأخيرة بقى فيه كلام كتير قوي وللأسف الجمهور بيتفاعل مع أي معلومة أو أي خبر بيتقال وإن كان لو لاحظنا كده على مدار كل السنوات اللي فاتت الناس بقت خلاص تعرف تفلتر من الصحف اللي يقدر يقول معلومة والناس تبقى مصدقاء أو معلومة صادقة بالمعنى الأضاق يعني أو من خلاص بتعود دايما إن هو بيقول أي كلام بيفرقع أي كلام في الهوى بيقول أي خزعبلات بلغة السوشيال ميديا زي ما قلت في البداية الحلقة يعني الهبد زي ما الكلام اللي بيتقال من خلال السوشيال ميديا للأسف بقى كلام كتير دايما بيتقال غلط ولو تلاحظوا كده لما الأهل بيعمل انتصار أو بيعمل بطولة فيه ناس بتزعل بس أنا أبقى فاهم إن اللي بيزعل ده ممكن جماهير الفريق المنافس ده طبيعي أكيد هو عايز يكسب وعايز فريقتكم موجودة فممكن يزعل لكن لما نوصل لمرحلة إن فيه إعلاميين أو صحفيين بيطلقوا يقولوا معلومات غلط وهم عارفين إن هي معلومات غلط وساعات بلاقي كمان إن فيه مسؤولين ما بيردوش يعني فيه مسؤولين ابتدوا إيه يقبر دماغهم يقولك يا عم أنا هرد على إيه ولا إيه لأ ما أنت لازم ترد عشان الناس اللي بتتكلم دي من كتر ما بتقول أكاذيب بيجدب الكتبة وبيصدقها والناس لما بتسمع إن الكتبة اللي بتتقال دي بتتقرر مرة واثنين وثلاثة ومحدش بيرد فبيتصدق فظل إن الناس دي دايما بتطلع بتتكلم سواء في برامجها أو حتى في كتابتها أو عبر صفحتها والناس بتصدقها وأنا يعني ببقى حزين حتى لما بطلع أتكلم على شغل لأي زملة للي مش بحب دايما نتكلم على شغل زميل ممكن بيكون بيجتهد ولكن فيه ناس لا محتاج الرد يعني فيه ناس لازم ترد عليها وأنا مش هتقمص دور بقى مسؤول وأرد لا دا أنا بتقمص دور الصحف والإعلامي وهرد لأن الكلام دا بيتعلق المفروض بمباراة حدث مهم جدا شيرق راية اشتغلت عليه مجلس أبوظوبي اشتغل عليه اتحاد الكرة اشتغل عليه عشان الصورة في النهاية تبقى صورة حلوة ومهمة للكرة المصرية وللتنظيم كمان فيه استاد محمد بن زايد في الإمارات البعض دا ممكن مش عايز يفهم التفاصيل دي وعايز انتماءه يكون غالب عليه هو حر ولكن لجنة الحكام والتحاد الكرة لازم تطلع ترد لأن الأكاذيب بقى كتير أحد الأشخاص طالع بيتكلم بيقولك المباراة مباراة حتلعبت بدون تقنية الحكم الفيديو المساعد وللأسف إحدى القنوات طبعا ما تفهمش هو غالب هو سكريبت يعني أنا هطلع أقول وانت أخذ الكلام ويزعه عندك وقطع الجزء دا وحطه وقارد بنشتات وهات بيتجاد بتتكلم وعمله حالة عامة رغم أنه ممكن ما يكونش الطرف دا مخلص مش في المباراة يعني ولكن هو دايما الأهل كسبان مباراة وكسبان بطولة إلعب بقى على فكرة إيه؟ إن المباراة دي كانت فيها أحداث البطولة دي فيها كلام ما يدكش فرصة أنك تقولك سبت مباراة بعرقك وجوهدك لا هو الكلام دا دايما متعاودين عليه من 30-40 سنة دايما متعاودين على كده وتجدب الكتبة مرة واثنين وثلاثة لدرجة أنت من نفسك عارف أن أنت بتجدبها بس تقعد تصدقها فعشان نقولك كلام الصادق السليم الصحيح مباراة الأهلي والبيراميدز في كاس السوبر المصري كانت بتتلعب بتقنية الحكم الفيديو المساعد والتقنية كانت موجودة بعشرين كاميرا عشرين كاميرا غرفة الفار كانت بتتعامل مع تقنية الحكم الفيديو المساعد ومن خلال بس المباراة للتقنية فقط من عشرين كاميرا الحكم الإماراتي اللي كان موجود في غرفة الفار كان بيتعامل مع عشرين كادر عشرين كادر من خلال زوايا الكاميرات الموجودة في الملعب متوصلة لتقنية الفار عارفين يعني ايه 20 كاميرا انت هنا في الدور المصري ممكن تصور ب8 ب12 يوم ما بتعمل حاجة كبيرة اهله زي بطول 16 كاميرا لا المباراة دي بس للفار لوحده كان فيه 20 كاميرا هعيزني اتجاهل رقم 20 كاميرا واقولك الفار مش شغل يبقى انت راجل طالح تهجص بالبال دي كده طب خدوا بقى المفاجأة التانية انتوا عارفين تقنية الفاركت بتتصور بتقنية ايه ال 8K مش هقولك ال HD ولا ال Full HD ولا ال 4K لا ال 8K احدث تقنية فار واحدث كاميرات كانت موجودة في مباراة الاهل وPyramids هل تقنية الفيديو كانت بتتعاون مع طاقم التحكيم وحكم المبركبت المحمود البنة اه حصلت وحصلت في كذا لعبة ومن مصادري وانا واصق من الكلام ده لاني خدوا بالكو اي مباراة بتقنية الحكم الفيديو المساعد بتتسجل وبتتبهت للآيفاب ما ينفعش بقى يطلع صاحب يقولك المباراة بدون تقنية الفار يا مش هقول يا باش مهندس يا استاذ المباراة بتتلعب بتقنية الفار ومعلنة بتتلعب بتقنية الفار ما ينفعش تطلع تقول بدون تقنية الفار والفرقتين مش عارفين ومبلغتش الآيفاب وانت نبلغه من البداية ان فيه مباراة بتقنية الفار لها ترتيبات واجراءات انتو مش عارفينها عشان انتو لا بتقروا ولا عايزين تعرفوا معلومة ودايما بتشتغلوا على فكرة الكتب 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 بالغاية لما الناس تصدق الكتبة يعني المباراة بعشرين كاميرا تقنية الفار لوحدها بعشرين كاميرا التقنية بيتم استخدامها من خلال الـ 8K يعني الكاميرات اللي في الملعب والنقل التلفزيوني ده الاتحاد الافريقي بيقولك فول اتش دي ما بيقولش الـ 4K مباراة السوبر كانت بـ 8K تخيل؟ طيب هل الحكام الاماراتيين اللي كانوا في تقنية الفيتجو كانوا بيتعاملوا وكان فيه حوار وحديث مع الكابتن محمود البناء آه كان فيه وكان في لعبة واثنين وثلاثة بس انتو عشان متعودين على العك اللي كان موجود خلال السنتين اللي فاتوا ان تقنية الفاركب بتستخدم بشكل خاطئ فكانت اي لعبة هات الحكم اي لعبة هات الحكم حكام ما عندهمش خبرة هات الحكم لكن المباراة دي لا كان فيه حديث متواصلة من غرفة تقنية الفيتجو مع حكم المباراة الفايسال بيني وبين اي حد بيقول الكلام العكس ده اطلع اثبت ان المباراة دون تقنية الفار انا رضيت بارقام وبمعلومات لأول مرة الناس تعرف ان المباراة كاب بتتلعب بتقنية الفار بـ 20 كاميرا لأول مرة الناس تعرف ان تقنية الحكم الفيتجو المساعد من خلال كاميرات العربية الفار كانت تقنية 8K مش 4K ولا Full HD هل تم تواصل وكان فيه محادثات ما بين حكم التقنية مع حكم مباراة اه كانت في مرة واثنين وثلاثة فبلاش يا جماعة فكرة دايما ان انت تتكلموا على مباراة السوبر باحداثها لان انتوا قبل المباراة خدتوا الناس في سكة ان فيه مظلومية والايال اثبتت ان ما كانش فيه حاجة غلط بالعكس كانت بتطبق اللوايح والقوانين بعد المباراة خلاص بقى الكلام الاولاني على فكرة اصل لجنة الانضباط اصل لجنة الاستيناف اصل اللي حصل ده فيه ظلم خلاص بقى كلام استهلاك محلي مش هيفيد لأ شوف نظرية جديدة فاطلع بقى كل واحد يعمل بس مباشر من على صفاته لو ما عندوش برنامج او يكتب في الموقع اللي شغال فيه او يطلع في البرنامج اللي بيطلع من خلاله ويطلع وقول بقى يا سيدي اصلي كان فيه ظلم اصلي الاتحاد الكورة طلب ان المباراة بلايب بدون تقنية الحكب الفيديو المساعد انا والله بسمع الكلام ده بقيت مش اقول زعلان بس بقيت حزين على الحالة اللي وصل لها البعض مش اقول الكل البعض اللي بيحاولوا دايما يصدروا صورة سلبية عن الرياضة المصرية والقرى المصرية بالشكل ده وفي الاطار ده